تثمن الوطنية لحقوق الإنسان عالياً الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعا بتثبيت جنسية خمسمائة وواحد وخمسين محكوماً صادرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ويأتي هذا الأمر الملكي عكاساً عميقاً لحكمة ورؤية ملك البلاد المفدة حيث أن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو الصمام الأمان للمكتسبات الوطنية ويعزز هذا الأمر الملكي السامي مبادئ جلالته الداعية إلى روح التسامح والتعايش وتحقيقاً لمصلحة كل أفراد المجتمع كما هي دائماً توجيهات ومبادرات جلالته والتي تعزز الانتماء الوطني وتصب في صالح ازدهار وعزة الوطن وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تعمل بما لديها من ولاية واسحة أكد عليها قانون إنشائها على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام مملكة البحرين بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية اشتركوا في القناة